الحلقة الثانية من شرح صورة الملك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احنا قلنا اي صورة مكية تتكون من صالة لتلات قوة مقدمة استهلال معجز وبعد كده غرفة الخوف وغرفة المحبة واصطح العقل احنا في غرفة الخوف وقلنا غرفة الخوف هنا بربنا بيزيد الخوف عندنا بوسلتين بيفكرنا بتكون انا مفوش ولا غلطة في نجوم وده اكبر دليل على البعث والمشور تاني حاجة مشهد العذاب ربنا بيفكرنا ابن عين من العذاب عذاب مادي وعذاب معنوي ايه العذاب المادي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئص النصير طب ازاي بيبدأ العذاب من لحظة الالقاء اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور اول ما بير اهل النار بيترموا في النار اللي يجعل الدور ويترمى بيسمع شهيق وغليان فيها طب الشهيق جاي من اين الشهيق جاي من اتنين شهيق من الناس اللي جوه النار لهم شهيق لهم فيها شهيق وزفير وشهيق من النار نفسها فبيسمع الشهيقين بيترعب وبعد كده اول ما ينزل النار تزداد لان النار وقودها الناس والحجار فاول ما النار تزداد وتغلي تكاد تميزه من الغيز من قطل ما بتغلي النار تكاد تتميز يعني تنفجر وتتميز اجزائها تبقى في كل حتة الوحدة يبقى من يرى النار وهي تغلي وتحرق من بداخلها من اهل المعاصي علم انها تكاد ان تنفجر بس لا تنفجرش ليه عشان دي ارادة ربنا تكاد تميزه من الغيز كلما القي فيها فوج سألهم خزانتهم ده بقى العزاب المعنوي ايه العزاب المعنوي انه كل ما فوج يخش سألهم خزانتها خزانة النار اللي هم المسؤولين عن النار من الملائكة الم يأتكم نذير مش جاركو نذير لما سمعتوش الكلام ونجيته قالوا بلى قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع سماع طالب حق او نعقله عقل طالب حق لنجونا ولا اطعنا الرسل ولو كنا نسمع او نعقل هم اخي بيسمعوا بس سماع رجل بيطلب الرد بيسمع عشان يرد مش هنقتنعا ولو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فيه اصحاب السعية فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعية صحقا يعني نزلوا لابعد نقطة وبعدا عن الرحمة وبعدا جوا النار صحقا يعني بعدا عن الرحمة وبعدا جوا النار لاصحاب السعية طيب كده احنا خلصنا الاتنين الكون وخلصنا مشاهد العذاب طيب عاوزين بقى نعمل ايه نخش على الجزء التاني ايه الجزء التاني المحبة والرجاء ازاي ربنا زاد المحبة والرجاء عندنا قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْلٌ كَبِيرٌ اللي بيخشى ربنا بالغيب ليه مغفرة ان ربنا عيشه لكل زنوبه واجل كبير عظيم اللي هو جل طيب ما معنى يخشون ربهم بالغيب يعني هم غائبين لا يرون الناس ولا يرون وجه الله قاعد عيناه غائبتان عن وجه الناس ووجه الله ومع ذلك هو يخشى الله بالغيب طيب اللي بيخشى ربنا لوحده وما فيش ناس مش شايف ناس ولا شايف ربنا اللي يحصل له مغفرة وأجر كبير طيب نهش بقى في القسم الأخير في الصورة ايه القسم الأخير في الصورة شبهات الشيطان بيقولها للإنسان عشان ما يخافش من ربنا ايه الشبهات دي خمس شبهات اول حاجة الشيطان يوسوس للإنسان ان معظم سيئاتك انت عاملها في السر وربنا ما بيعرفش السر فالإنسان يتطمن وزيد سيئات وبعد كده يقوله ولو افتربنا ان ربنا علم الزنوب اللي انت عاملها في السر ربنا بيعقبش في الدنيا ربنا الله وعقابه في الأخير اتطمن انت تقول انت في الدنيا انت في أمين ويرجي الباب الثالث ولو عقبك يا عامل في الدنيا لو حصل يعني عقبك في الدنيا ايه لا يحصل عندك قريبك وجنودك وولاد عمامك عايقفوا معاك يواجهوا الأمراض يواجهوا الأضايا اتطمن ولو يا عامل محدش وقف جنبك ومد مفيش حسين دول أربعة ربنا لا يرى زنوبك السرية تاني حاجة ربنا لا يعزبك في الدنيا انت راجل قوي ما يعزبكش في الدنيا ولو عزبك لك من يحميك ولو مد اتطمن مفيش حسين آخر حاجة يقوله أهم حاجة لو عاوز تبعد عن الأحزان ابعد عن الشيوخ طول ما الشيوخ موجودين هم سبب النكد والغم في المجتمع دول الخمس شبه اللي الشيطان بيحطهم للإنسان تيجي الآية بتاخد الخمسة كده أول آية أول شبهة ترد برد واحد ودليل واحد التالتة الفرد يعني ترد برد واحد ودليل واحد الخمسة رد واحد ودليل واحد يبقى واحد وثلاثة وخمسة رد واحد ودليل واحد طب الاتنين والأربعة الاتنين رد واحد ودليلين طب والأخيرة الرابعة دي رد ودليل وشبه ورد عليها طب نمسك اول حاجة ربنا اللي لا يرى زنوبك السرية قال الله تعالى واسر الرد بقى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور يعني انت لو تقولي الكلام او ما تقولهوش ربنا مش بيعلم الكلام ده ربنا يعلم ذات الصدور الكلام اللي ما قلتهوش ده الرد او عتسمع كلام الشيطان ربنا يعلم الزنوب اللي انت عملتها في السر وفي العالم والزنوب اللي انت كنت بتفكر تعمله طب ايه الدليل على كده الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير ربنا هو اللي خالق واللي خلق حاجة يعرف كل تفاصلها الا يعلم من خلقه وهو اللطيف اللطيف اللي بيعرف دقائق الامور وبيعالجها بلطف دون ايزاء وخبير بكل دقائق الامور اوعى تفكر ان ربنا لا يعلم اي زنب انت عملت ربنا يرى ويعلم الزنب واللي انت بتفكر فيه مش اللي قلته ده اللي انت بتفكر تقول طيب الشبهة التانية ان ربنا ما بيعاقبش في الدنيا لا ربنا بيعاقب في الدنيا طيب ايه الرد وايه الدليلين الرد تلات كلمات ان ربنا هو صاحب الارض ممكن ربنا ينخس في الارض اللي هو ملك هدية وبعد كده يهدها فوق دماغك وعاقبك في الدنيا وممكن يرسل عليك ريح فيها حصباء فيها حصباء يعني طوب صغير ويدمرك يبقى الردود تلات كلمات ربنا ملك الارض ممكن يخسفها وممكن يرسل عليها ريح فيها حصباء توليكك ده التلات ردود طب الايات بتاعتهم ايه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يبقى الارض دي ملكه وهو اللي جعلها ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشو يبقى الارض بتاعته هو اللي زللها وهو اللي خلاكه تمشوا في مناكبها يعني جوانبها وإليه النشور وفي النهاية هتتحزبوا على المشيكه ده أأمنتم من في السماء دي بقى العقوبة اللي من تحت من تحتك في عقوبة من تحتك وهو من فوقك صاحب الارض ممكن يعقبك من تحتك بالارض بتاعته ممكن يعقبك من فوقك في الارض بتاعته أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الارض يخصفها يعني ينزلها تحت وانتوا عليها زي ما حصل في قرون نزلوا الارض تحت فإذا هي طمور يعني تحتز بشدة فجانبي الارض ينزلوا فوقك ويردموك وما فيش مخلوق يعرف يطلع إذا عقوبة سفلي طب العقوبة العلوية أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير يرسل عليكم ريع فيها حص وزي ما ريع بتاعت عاد تضمره طبعا عندنا كان دلعا كلام ده دليل إيه أول دليل ماضي ودليل حاضر الدليل الحاضر الماضي إيه وَلَقَضِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَكَيْفَ كَيْفَ كَانَ نَكِيرُ عاد كذبه فجال لهم العقوبة العلوي الرياح اللي ضمرته وقارون كذب فجال لهم العقوبة السفلية وفي الدنيا يبقى ربنا بيعاقب في الدنيا طب لو الكافر أنا لمعرفش التاريخ نقول له فيه دليل واقعي إيه دليل واقعي اللي هو الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صفات يعني فردين جناحته وبيحركوا هاشو طيرين يعني طير وزنه خمسة كيلو فرد جناحته ده المصمار يقع لما الطير ما بيقعش ليه وبعد ما يسايب نفسه ويقبضن بعد ربع ساعة كده يضرب ضربة واحدة تلاقيه مكمل معجزة ما يمسكهن إلا الرحمن